السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعبير الشفحي التحريري صباح الستة وعشرون صف الاول متوسط الدرس الثالث لدينا تعبير الشفحي أربع أسئلة وبعد ذلك التحريري إنشاء عن الإثار السؤال الأول ما معنى الإثار الإجابة أن تقدم وتفضل غيرك عن نفسك لسد حاجاته السؤال الثاني هل ترى أهمية لهذه الخصلة في المجتمع في وقتنا الحاضر؟ الإثار له أهمية كبيرة في المجتمع فهو يجعل المجتمع كالجسد الواحد وينشر المحبة والعطاء وتضحية والسعادة أهمية الإثار ثلاثة هل تجد وجه شبه بين الإثار والتعاون؟ نعم هو شكل من أشكال التواجه ويقوي العلاقات والأواسر بين الأفراد وينشر الألفة والمحبة نعم هو شكل من أشكال تواجه ويقوي العلاقات أواصر بين الأفراد وينشر الألفة والمحبة هل تعرف قصصا كان محورها الرئيس رئيسي هو الإيثار هو الإيثار نعم هو إعطاء إمام علي عليه السلام خاتمه وهو ساجد لله سبحانه وتعالى وكذلك إعطاء الأكل من قبل آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقير والمساكين ومن السبيل لمدة ثلاث أيام وبقاءهم صيام فقط يفطرون على الماء نقرأ بعد لحظات التعبير التحريري الإيثار نوضع عن الإيثار الصف الأول المتوسط الإيثار هو تفضيل مصلحة الناس على مصلحة النفس وتقديم الخير لهم وهو عكس الأنانية نقدم تعرف للإيثار هذا نقطة في نهاية المقدمة أترك فريغة بدأة أي تعبير أو أي إنشاء العرض نتكلم على أهمية الإيثار وأنواع الإيثار أمثلة للإيثار الإيثار هو تفضيل مصلحة الناس على مصلحة النفس وتقديم الخير لهم وهو عكس الأنانية الإيثار من أجمل الصفات التي قد يتصف بها الإنسان لما لها من أهمية كبيرة في الحياة وهو من أهم الركاز الأساسي الذي تبني مجتمعا قويا ومتماسكا ومتكافلا ينشر الخير والمودة والمحبة والإيخاء يخلصنا من الأنانية والبخل كما أنه طريق ننال الرضا والمحبة من الله والفوز بالجنة ولقد حثنا دينونا على هذه الصفة الحسنة الفاضلة ويدعونا الاتصاف بها ليس فقط بالمال بل أيضا إطار معنوي كتضحية بالنفس في سبيل الوطن وحب الوالدين لأبنائهم وتفضلين على أنفسهم ويقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقع شرح نفسه فأولئك هم المفلحون وهذا دليل واضح على أهمية الإيثار لذا علينا ختيما ننصح بخلق الإيثار ولذا علينا جميعا أن نتحلى بخلق الإيثار وأن نفكر في الآخرين فهو يقوي العلاقات وينشر السعادة والرحمة ويقول الإمام علي الإيثار أعلى مراتب الكرم وأفضل الشيء مغاية الإحسان تعبير التحرير صار 26 موجود في قناة تيوك تعبير كثير عن الإيثار أنا كتبتها ونزلتها يمكنكم نطلع عليه إذا ردتم الاطلاع أو إذا لم يجبكم هذا التعبير يمكنكم مشاهدة الجهات الأخرى الموجودة في القناة هنا مقولة يقول الإمام علي الإيثار أعلى مراتب الكرم وأفضل الشيء مغاية الإحسان مقولة عن الإمام علي شاهد يمكنكم إضافة أي شاهد أخر يخص الموضوع في موضوع الإيثار وندينا أي قرانية أيضا عن الإيثار أشكركم شكرا أشكركم شكرا كثيرا على حسن المتابعة وحسن الاستماع دمتم في العديد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا